بإذن الله شريف خليني بس أسألك إيه؟ سؤال من الأسئلة اللي الجمهور بيبقى حبيبها يعني شوية وإحنا ناس من الجمهور برضو جمهور النادي الأهلي موقف اللاعبين الجدد هل ممكن؟ هل ممكن نلاقي مفاجآت في التشكيل بوجود لاعب من اللاعبين اللي تم التعاقد معهم مؤخراً في التشكيل الأساسي من بداية المباراة؟ ولا لسه الأمور مش واضحة شوية؟ أنا طبعا مش عايزك توضح لي يعني كواليس التشكيلة بالضبط أو بالتحديد إيه لكن أنا أتكلم على الفرص من طبقا لقرأتك للمشهد يعني وأنت متواجد هناك الكل اللي أنا ملاحظه في تمرينة اليوم الكل مستر بيتسو وسيماني بيشوفه بيحطه مع التشكيل الرئيسي بيحط اتنين تلاتة بيبدأ يجرب حط واحد لا أشتلاق الكيميا مش ماشي قوي فبيروحات التاني في مركز تاني يشوف الكيميا ماشي ولا لأ يبدو أنه رايح رايح بقى الكام واحد ما نعرفش طبعا ممكن كمان برضو يفاجئنا وملعبش بولا واحد من الجداد ولكن الراجل النهاردة بيشتغل وبيشوف مين ممكن من الجداد يخش مع الموجودين الأسسين اللي حاجزوا في ناس حجزة طبعا زي مثلا الشناوي طبعا يعني ينمسك طبعا الخشب بيذل الله ما يكونش فيها اصابات في ناس حجزة مراكزها في ناس في وسط الملعب زي مثلا السولية حاجز في ناس حجزة كتير طبعا مراكزة فممكن نشوف حد موجود ممكن الراجل بيجرب النهاردة وممكن بالليل يكون استقر مين ممكن يكون موجود في وداية اللقاء يوم التلاب بياذن الله فيما يتعلق بالإصابات بالتحديد عايز أتكلم عن طاهر محمد طاهر لأن كلام كتير من انبارح للنهاردة عن أنه مصاب وحيبقى فيه اختبار طبي بالنسبة له وضح لنا الأمر ومدى جاهزية اللعب للممارات السوبر يشريف الآن يمكن على الهواء مباشرة من أحد الفنادق الموجودة في برج العرب الآن طاهر محمد طاهر بيتمرم بشكل طبيعي جدا مع النادي الأهلي أكرم أيضا بيشارك طبيعي جدا مع النادي الأهلي الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى الآن مفيش ولا أصابة داخل معسكر النادي الأهلي يا رب بس تكمل على خير بإذن الله لأن التدخلات جامدة أو من نعيب النادي الأهلي يمكن مستر بيتسو مسماني تكلم معهم قال لهم براحة على زمالكو كل واحد عاوز يلفت النظر طبعا الحماس موجود وكل عاوز يحجز مكانه فيه التشكيلة الرئاسية فالحمد لله الحمد لله إلى الآن لا يوجد إصابات أو لا توجد إصابات داخل صفوف النادي الأهلي المعسكرين في برج العرب طيب فيما يتعلق بالمحاضرات يا شريف وأنا عرف أن مستر بيتسو مسماني من المدربين اللي دايما بيركزوا قوي على المحاضرات النظرية وإعطاء بعض التعليمات وفي بعض الأحيان بتبقى محاضرات طويلة شوية بما أنهم في معسكر طبيعة المحاضرات إيه والأمور ماشية زي في الجانب ده تحديدا مستر بيتسو مسماني ببحاريس يعقد جلسات كتيرة مع اللعبين ومحاضرات كثيرة مع اللعبين محلل الأداء ببحاريس يرسل لكل لعب فيديو خاص في المواجهة المقبلة ومستر بيتسو مسماني بيناقش اللعبين في هذه المحاضرة مستر بيتسو مسماني بيعمل محاضرة للعبين كلهم وبدأ كمان يعمل محاضرة اللي ممكن يبقوا موجودين فيه تشكيل المبارة بدأ يبقى المحاضرة يقل شوية ويطلب منهم حاجات لا مركز جدا على المحاضرات النهاردة كان فيه محاضرتين ما بين الغدى إلى المران المحاضرات مستمرة والتعليمات الفنية داخل الملعب وخارج الملعب مستمرة بين بيتس مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني واللعبي طيب دي أكيد محاضرات جماعية مع الفريق ككل لكن هل لحظت أي جلسات ودية أو منفردة ما بين موسيماني وأحد اللعبين أو بعض اللعبين بالتحديد ولا الأمور ماشية بالشكل الطبيعي الجلسات الأكتر من مستر بيتسو موسيماني مع اللعبين الجدد اللي لسه ما يعرفوش فكري الراجل قوي اللي لسه ما بيمافزوش فكر الراجل قوي به زي ما هو عاوز بيتلاقي الجلسات بعد الغدى بعد المحاضرة بتلاقي مستر بيتسو موسيماني مع أحد الجدد مدير الكرة الكابتن الستاد عبدالحفيز مع أحد الجدد بيكلم كابتن سامي قمصان أيضا بيقوم بهذا الدور على الجانب الآخر بقى كابتن الفريق محمد الشناوي كابتن محمد الشناوي كابتن أيمن أشرف علي معلول الأب الكبار داخل كابتن وليد سليمان طبعا الكابتان كل واحد بيبقى ليه برضو أيضا جلسات مع لعيبي النادي الأهل الجدد بالأخص والكل بيحس فريق النادي الأهل وكل اللاعبين الشناوي بيحس كل اللاعبين هو وليد سليمان وبيقول اللاعباء لازم بإذن الله نصلح جمهورنا ونفوز في بطولة السوبر بعد طبعا الإخفاق الأخير في بطولة الدوري فبإذن الله بس ربنا يكرمنا بإذن الله وتوفيقكم معنا وبإذن الله البطولة السوبر تكون من نصيب النادي الأهل